السلام عليكم ورحمة الله نعطيكم العافية يا عاشر اليوم إن شاء الله يا عاشر رح ندخل بالجزء الأول من درس الكفالة إيش معنى كفالة؟ بجزء بنسمع كتير يا عاشر شو معنى كفالة وكفيل ومكفول الكفالة يا عاشر هي نوع من الضمانات يتعهد بموجبه أحد الأشخاص الكفيل بتنفيذ الزامات المقترض أو المكفول للبنك في حال لم يستطع الوفاء بها عنده حلول موعد الاستحقاق طبعا يا عاشر الفكرة تبعتي الكفالة ممكن إنه واحد بده يقترض مبلغ معين من البنك هلا بيكون طبعا أكيد لازم يكون فيه له راتب شهري حتى إنه يسحبوا مثلا ديو خد مبلغ كبير يشتري سيارة أو يشتري شقة وبيحكي لك إحنا رح نسحب منك شهري من الراتب مثلا لو نفرض اشتره بي 40 ألف بيسحبوا منه شهري 200 200 دينار بس لازم تجيب لنا كفيل طبعا هاي الكلمة كتير منسمحها الكفيل يا عاشر اللي هو الشخص الذي يتعهد بأداء التزام المقترد في حال عدم وفائه بها طبعا الكفيل هو رح يكون موجود بينه معقد وكل شي تمام الكفيل ما رح يسحبوا منه إشي ما رح يتضرر إلا في حالة وحدة إنه المكفول مين هو المكفول الشخص المقترد طبعا الشخص المقترد ما وفى بهذا الإشي ما دفع مثلا شهري للبنك أو بنفس الوقت مثلا ممكن يكون على التزامات تانية صار عنده أو صار في عنده القطاع لمصدر الدخل أو أشياء كتير ممكن تصير إنه ما يدفع لا البنك في هاي الحالة بصير يسحبوا من مين بصير يسحبوا يعاشر من الكفيل إذن مين هو الكفيل اللي هو الشخص اللي بتعهد بأداء التزام المقترد من المقترد يعاشر المكفول في حال عدم وفائه بها إذا ما عمل أو ما التزم بهذا الإشي الكفيل هو اللي رح يتعهد بأداء التزام المقترد بصير يسحبوا يعاشر من الكفيل إذن الكفال هي نوع من الضمان يتعاهد بموجبه أحد الأشخاص اللي هو الكفيل هو اللي رح يتعاهد أني أنا رح أنفذ جميع التزامات المقترد وأسد جميع الالتزامات في حال لم يستطع الوفاء بها طبعا لازم يكون الاتفاق بينهم أنه لا رح يلتزم المكفول بس إحنا بنحكي لك ضمان الكفالة عبارة عن ضمان البنك بدي يضمن المبلغ اللي أعطاله مين للمكفول سوما خاطر الكفالة انقطاع مصدر الدخل مثل ما حكيت هلأ عند توقف مصدر الدخل للمقترد وعجزها عن الالتزام مين اللي رح يدفع رح يدفع الكفيل في هذه الحالة وفاة المقترد ورفض الورثة الالتزام بالشروط برضه مين رح يتضرر رح يتضرر للكفيل بالزفع كامل النصب والاحتيال ممكن يسير في مبدأ نصب والاحتيال ممكن من الكفيل ممكن من المكفول ممكن من الجهتين حسب للبنك طبعا رح يكون في هذه الحالة أو أنه تكون مثلا الكفالة مزورة أو يكون عن جد مثلا أنه ما له مصدر دخل يكون فيه كلها معاملات تزوير إذن يا عاشر شوي الكفالة الكفالة يا عاشر نوع من ضمان يتعاهد بموجبه أحد الأشخاص ننفرق بين الكفيل والمكفول المكفول يا عاشر الشخص اللي بدي يقترض من البنك ياخد مبلغ مين الكفيل؟ الكفيل اللي رح يتعهد بأداء التزام المقترض يعني رح يسيد عنه جميع مثلا المبالغ اللي رح يتفحها شهري للبنك في حال عدم وفائه بها طبعا الكفيل بدي يكون مؤمن برضو عمين على المكفول إنه رح يلتزم بس في حال ما التزم بدي يكون الكفيل عنده فكرة أو خبرة إنه رح يتفحه باقي الالتزام كامل لمين للبنك فالكفالة نوع من الضمانات البنك بيعملها طبعا حتى يضمن حقه كامل اسم خاطر الكفالة انقطاع مصدر الدخل وفاة المقترض النصب والاحتيار المرة الجاية عاشر رح نكمل الجزء الثاني إن شاء الله من الدرس نكتب التلخيص على الدفتر ويعطيكم العافية